هل تعتقد أن شيخوخة سياسيين ليس في العمر وحسب وإنما حتى في نمط تفكيرهم قد أبعدتهم فعليا عن الشباب وفهمهم؟ بالتأكيد بالتأكيد نحن الطبقة السياسية نحن سياسيين عجائز عجائز ليس فقط في العمر عجائز حتى في نمط تفكير في تفكيرهم كعمر سبعين وطالع كلهم ما عندنا شباب هسا هما لو لقلنا هاي وجودة تكره هما لو طلعون خلجيون شباب من أحزابهم هم من الناس ويتقولت غيرت حتى من أحزابهم ويخسرون النفوذ يا سيدي هذي السلطة غاوية في العراق هذا بلد عبارة عن آبار من المال ولجاه آبار لا تنتهي من التدفق فحين يخرج معناه يخسر هذه اللذة التي دونها لذة لكن يخسر اسم على المدى البعيد ولا يبدو دكتور يوسف لا أحد يفكر بهذا النمط الحقيقة النمط القائم على اعتبارات أخلاقية ومبدئية على الأقل أيضا هناك فاصل فكري هذولا الطبقة السياسية قاري رأس المال لماركس قاري مادي ايش فلسفتنا قاري كذا قاري كتب فلسفية قديمة الجيل الجديد مو يهم هذا الموضوع الجيل الجديد عند انترنت عند مصادر معلومات أكثر ومتنوعة ومختلفة وهذه أيضا نقطة أخرى العهد العصر الاتصالات هذا الجيل لا يعرف العقائد وهذه قصة عظيمة أيضا هذه المعرفة اللي وفرتها عصر الاتصالات تعطي سمو بالنفس يقول لك انا افتن مثل الوزير عمر 17 سنة يقول لك شي يقدر يساوي الوزير انا ما اقدر ساوي مثله هذا هذا متغير جديد ما كان عندنا موجود إلا قبل عشر ستين ما موجود فالكل يشعر بأهميته الشخصية بدوره يقول لك شي يقدر يساوي وانا ما اقدر يساوي على ايساس فهالنفسيات غيرت صار الكل تعرف كل شي بس هذا عنده فلوس هذا ما عنده فلوس